النهاردة اخر حصة في درس حساب المئة فلما كنت شفت الحصتين اللي فاتوا حاول تشوفهم الاول هنبدأ بملاحظة هامة بعض القوانين بيقول لي النسبة قبل زيادة مية في المية والنسبة قبل الفائدة مية في المية قد بالك احنا قلناهم في الحصة اللي فات قلنا كمان ان تمن المكسب او المكسب بيساوي تمن البيع ناقص ثمن الشراء والتكاليف وتمن البيع بيساوي ثمن الشراء زائد المكسب وكمان تمن الشراء ممكن تقول تمن البيع ناقص المكسب الى اللقات دي مهمة جدا قبل ما تحل المسائل اللفظية اول مسألة عندي بيقول لي اوجد ثمن شراء بضاعة بيعت بمبلغ 21850 جنيه وكانت نسبة المكسب خمستاشر في المية واوجد قيمة المكسب زي ما عودتك هترسم جدول عادي جدا هتقول ثمن الشراء الى المكسب الى ثمن البيع المسألة فيها مكسب ثمن الشراء يساوي مية جزء والمكسب خمستاشر يبقى هتجمع مية زائد خمستاشر يساوي مية وخمستاشر في المية هنفرض ان المكسب سين والثمن الشراء سين والمكسب صاد وتمن البيع طبعا موجود عندي في المسألة اهو 21850 عشان نجيب قيمة سين زي ما قلنا قبل كده عندك خانة فوق وخانة تحت هتقسم هتقول 21850 على مية وخمستاشر وبعدين تضرب في كام في مية اللي هو ثمن الشراء هتختصرها بالقال الحزبة معظم المسائل ديت بتلاقيها لارقام سعبة شوية يبقى هتطلع عقيمة سين هنا بتسعتاشر الف معنى كده ان تمن الشراء خد بالك سين كان تمن الشراء بتساوي تسعتاشر الف جنيه عشان تجيب المكسب في طرقتين يهو طبعا باع بمكسب يبقى تمن البيع اكتر من تمن الشراء يبقى البيع كان بكام 21850 والشراء الف تسعتاشر الف تطرح العددين دول من بعض يطلع لك المكسب وممكن تطلع المكسب عادي جدا من الجدول ازاي هحسب قيمة سات هقول 21850 على مية وخمستاشر وبعدين في خمستاشر طبعا هيطلع نفس الناتج اللي هو 2850 جنيه فخد بالك انك انت ممكن تحسب المكسب بطريقتين مسائل مهمة جدا على حساب النسبة المقوية للمكسب او الخسارة المسائل ديت لا يخلو منها اي امتحان هيقول لك احسب النسبة المقوية للمكسب او احسب النسبة المقوية للخسارة في حالة الخسارة بيقول اشترى الرجل بدأ بضاعة بمبلغ 24000 جنيه وصرف على نقلها 6000 جنيه خد بالك بقى صرف على نقلها يبقى دي المصاريف دايما تضاف الى ثمن الشراء يعني انا حاجمها 6000 جنيه على 24000 جنيه ده كله اسمه ثمن الشراء والتكاليف ثم باعها بمكسب 3000 جنيه 3000 جنيه فما النسبة المقوية لمكسبه عشان تجيب النسبة المقوية للمكسب الاول تحسب ثمن الشراء والتكاليف مدام في تكاليف تضاف الى ثمن الشراء اقول له ثمن الشراء بيسوي مبلغ الشراء زائد المصاريف يبقى 24000 جنيه زائد 6000 جنيه طبعا 30000 جنيه بعد كده هتحسب النسبة بين المكسب وتمن الشراء والتكاليف يبقى اصبح عندي المكسب كام 3000 وتمن الشراء والتكاليف طبعا 30000 جنيه هتختصرها طبعا هتطلع واحد الى عشرة طبعا عندك تلات اصفار علمين يبقى تقسم على الف تطلع واحد الى عشرة واحد الى عشرة دي نسبة يعني هكتبها فصول كسر للتحويل الى النسبة مقوية يبقى واحد على العشرة طبعا سهل انك تكتب تخلي العشرة مية تبقى عشرة على مية تكتب عشرة في المية يبقى انت كده حسب النسبة المقوية للمكسب يبقى دايما النسبة المقوية للمكسب تنسب الى ثمن الشراء والتكاليف مهمة جدا بناخد ملاحظة اهمة على الكلام ده النسبة المقوية للمكسب بتساوي في قانون تقدر تحسب بين نسبة المقوية للمكسب دي طريقة تانية بتساوي المكسب على ثمن الشراء والتكاليف في مية طبعا في المية القانون ده ممكن تحل بين مسألاء اللي فاتت كمثال لو تفتكر معايا كان المكسب تلات تلاف جنيه والشراء والتكاليف تلاتين الف جنيه كل اللي انت هتعمله هتقول النسبة المقوية للمكسب بتساوي تلات تلاف جنيه على تلاتين الف جنيه في مية. وتجيبها بالقالة الحاسبة تجيبها بالبقى عادة مفيش مشكلة وتكتب علامة في المية. هتطلع لك على طول عشرة في المية. يبقى ممكن تستخدم القانون اللي انت شايفه قدامك ده النسبة المكسب سوى المكسب على ثمن الشراء والتكاليف في مية وتطلع لها لك في المية. مثال تاني بيقول اشترى رجل كمية من البرتقال بمبلغ تلتمية وتلاتين جنيه وصرف على نقلها عشرين جنيه. ثم باع جزءا منها بمبلغ متين وتمانين جنيه وتلفت باقي الكمية. في الحالة ديت هيكون احسب النسبة الموية للخسارة. اول حاجة الاول هنجيب تمان الشراء والتكاليف. بيسوي مبلغ الشراء اللي هو تلتمية وتلاتين زائد عشرين جنيه. يبقى اشتراها بتلتمية وخمسين جنيه. الخسارة بتاعتي هو انا مش عارفها. الخسارة هنا هو اشترى بتلتمية وخمسين وباع بميتين وتمانين جنيه. يبقى انا هجيب كمية الخسارة او مبلغ الخسارة كام. طبعا تلتمية وخمسين ناكس متين وتمانين. صح بسبعين جنيه. يبقى هو خسر سبعين جنيه. عشان تجيب النسبة المائوية للخسارة. برضو الخسارة تنسب الى تمان الشراء. المكسب ينسب الى تمان الشراء والخسارة تنسب الى تمان الشراء. هجيب النسبة ما بين الخسارة الى تمان الشراء. الخسارة كانت سبعين. وتمن الشراء بتاعي كان تلتمية وخمسين نخد بالك بالاضافة الى التكاليف. هناختصر هنقسم على عشرة يبقى سبعة الى خمسة وتلاتين. الخمسة وتلاتين تقبل اسم على السبعة تطلع لي بواحد الى كام صح خمس. كلنا فاكرين. الخمس كان بيساوي اشرين في المية. يبقى النسبة لنوعية الخسارة بتساوي عشرين في المية. يبقى انا هحول الخمس دهوت الى مية في المية هضرب عشرين بسطا ومقاما. يبقى الخسارة او النسبة للمكسب دائما تنسب الى تمن الشراء. بناخد ملاحظة هامة برضو زي ما عرفنا النسبة المقوية للمكسب نقدر نحسبها بقانون برضو النسبة للمقوية للخسارة هو نفس القانون ولكن تستبدل كلمة المكسب بكلمة الخسارة. تقوله النسبة المقوية للخسارة بتسوي الخسارة على تمن الشراء والتكاليف طبعا في ايه في مية في المية. لو فاكرين المسال كانت الخسارة سبعين جنيه وتمن المكسب او تمن الشراء كان كام تلتمية وخمسين جنيه. يبقى سبعين على تلتمية وخمسين في مية في المية. تختصرها وتطلعها تطلع عليك عشرين في المية. يبقى انت كده ممكن تحسب النسبة الموية للمكسب والنسبة الموية الخسارة في خطوة واحدة. بس بشرط يكون عندك الخسارة او المكسب بالنسبة لتمن الشراء والتكاليف. ناخد مثال شامل شوية بيقول اشترى رجل منزلا بمبلغ خمسة وسبعين الف جنيه. طبعا ده مبلغ بسيط. ومزرعة بمبلغ مية الف جنيه برضو مبلغ بسيط جدا. ازا باع المنزل بخسارة خمستاشر في المية. والمزرعة بمكسب خمسة وتلاتين في المية. يعني هو خسر في المنزل وكسب في المزرعة. او جتصاف الربح او خسارته. يعني هو هل هو كسب ولا خسر. ولو كسب كسب كام ولو خسر خسر كام. هنا المسألة هحل لها على جزئين. يعني هقول بالنسبة للمنزل. هشوف هو خسر قد ايه فيه. الشراء الى الخسارة الى البيع. الشراء دايما عندي مية جزء. الخسارة خمستاشر. البيع باعه بنسبة خمسة وتمانين في المية. طبعا هتطرح. مية ناقص خمسة وتمانين. طب الشراء كان كام خمسة وسبعين الف. الخسارة سين. البيع صاد. انا هجيب تمان البيع. يعني هجيب تمان بيع المنزل. هو باعه كام? يبقى على طول خمسة وسبعين الف هقسمها على مية واضربها في اجزاء البيع. اللي هي خمسة وتمانين في المية. طبعا هنختصر على المية تبقى سبعمية وخمسين. في خمسة وتمانين تطلع لك بس. تلاتة وستين الف سبعمية وخمسين جنيه. يبقى ده تمان بيع المنزل. خسر كتير جدا. تلاتة وستين الف سبعمية وخمسين. تعال بقى بالنسبة للمزرعة. كسب فيها. خلاص الشراء الى المكسب الى البيع. الشراء مية للمكسب خمسة وتلاتين يبقى البيع بالنسبة مية خمسة وتلاتين في المية. هكتب تمان الشراء مية الف جنيه والمكسب سين والبيع صاد. خلاص اجيب كلمة صاد تمان البيع بالنسبة للمزرعة. طبعا مية الف مقسومة على مية في مية خمسة وثلاثين في المية. هختصرها طبعا على المية هتديني الف الف مية خمسة وتلاتين مية خمسة وتلاتين الف. يبقى هو كده كسب كام خمسة وتلاتين الف جنيه في المزرعة. يبقى تمن بيع المزرعة طلع مية خمسة وتلاتين الف جنيه. هنا بقى هقول هو هو كسب ولا خسر? تمن الشراء الكلي هجيبه. هو دفع قد ايه الاول في تمن شراء المنزل والمزرعة دفع 75000 جنيه بالاضافة الى 100000 جنيه المزرعة يبقى هو دفع 175000 جنيه طب تعالى نشوف هو باع بكام باع المنزل ب 63750 وباع المزرعة ب 135000 لما تيجي تحسبهم تجمعهم على بعض هيطلع لك كام صح هيطلع لك 198750 جنيه طب هو كان شارب كام كان شارب 175000 جنيه يبقى الراجل ربنا كرم وكسب عشان تجيب قيمة هذا المكسب لو طلبوا منك يبقى اوجد صفر الربح او الخسارة يبقى صفر الربح هتطرح هتطرح ايه هتطرح 8 الشراء الكلي من 8 البيع الكل يعني 198000 جنيه 750 ناقص 175000 جنيه يبقى هو كسب 23750 جنيه طبعا انا اختصرت الخطوات ديت عشان مساحة الشكل تكون الحل كله في صفحة واحدة بكده يبقى احنا انتهينا من درس حساب المئة خدناها على ثلاث اجزاء ان شاء الله الحصة اللي جاية هنشر لك امتحان فيديو وتحته لانك الاختبار الالكتروني ان شاء الله وبالتوفيق للجميع شكرا 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 شكرا